موسيقى اخواني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكل المتابئيه قنات اندرويد 18 والله باللي نزلت التحديث ما شرحت عن اللعبه بسبب ضيقة الوقت يا شاب لكن اليوم بإذننا نحن نتكلم عن اول ظهور اللي ظهر معها شخصية فايد اللي رح يكون معنا اول يعني السلاح يخص هذا الشخصية في لعبة اباكس ريجين موبايل فاليوم بإذننا رح حوريكم الطاليقة كيف اصلا نستطلعونه ليش لانكوا يعني حدثة لما تدخلوا على اللعبه ما رح تلاقيه لو تدخلوا على الشخصية لكن في طريقة بسيطة جيدة رح تظهر لك السلاح بالإضافة لنحاول نفهم كيف نفتح السلاح ليش لانه رح يكون بصيغة مجانية تقريبا لكل الناس مع الشخصية اللي رح توفر معنا جيدة هي شخصية اش ولكن بالاساس يعني السيف اللي بقيدها هو يخص الشخصية يعني موجود اساسا لكني مع فايد فراح يكون سلاح مميز جديد التفاصيل لما تدخلوا على اللعبة بأكيد انكم بعد التحديد دخلتم مع اللعبة وحاولتم انكم تظهرون هالسلاح او ممكن حتى شاهدتموه يعني في التسريبات كيف السلاح يظهر وما هي تفاصيله فاليوم بقينا رح وريكم الطريقة وبسيطة جدا اول شي ضروري انك تذهب الى الاساطير بعدين تدخل على تختار شخصية فايد تدخل التفاصيل يعني تضغط عليها تدخل على التفاصيل وبعدين زي ما تلاحظون يعني ما رح يطلع عنا اي شي المظاهر الرائية بالاضافة الى المعركة ونظرة عام مع الشخصية انت تذهب الى هاد الايقونة شوف يعني قبل ما تختار اي شي وتضغط موافق لاحظوا يعني ما يطلع معنا اي شي نرجع الايقونة ديك اللي بالاسفل اللي يصار ونضغط موافق زي ما تلاحظون طلعت معنا خانة سلاح مميز سوري سلاح مميز زي ما تلاحظون تنقل عليها رح يطلع مباشرة اسلاح اللي رح يخص شخصية فايدو رح يكون بصيغة مجانية اسمه الكوكبة هذا هو الاسم اللي موجود الهيلوم اللي يخص شخصية فايدو بصراحة يتضح انه رح يكون اسطوري يا شباب يعني لأول شخصية اكيد انه في هيلوم اخر رح يضر مع الشخصيات الاخرى ولكن في تخصيص هذا السلاح اليدوي في تخصيص يعني من ناحية السكن او من ناحية الايفكت اللي يخصه او من بعض التفاصيل اللي بصراحة صدمت لما شاهدتها كلها شوف زي ما تلاحظون يعني له مستويات يعني في كل لفل تفتح شي معين او سكن معين او تفاصيل اخرى زي ما تلاحظون يعني المورد يعني في كل مورد عنده ايضا البنية وعنده تأثير وعنده كل الله سوري يا براهيم ايوه زي ما تلاحظون يعني في اشياء كتير البنية التأثير المورد الاسطوري يعني في حركات يسويها ايضا بهاد الهيلوم زي ما تلاحظون وبصراحة لليفل سيكس يعتبر افخم شي ولهذا خبرتكم انه ضروري انك يعني تكون عارف كل هاد التفاصيل قبل ما ينزل بشكل رسمي لانه راح يكون معنا ابتداء من يوم 19 توقع مع بداية السيزن الجديد اللي راح يكون الموسم الثالث زي ما تلاحظون يعني تقريبا هاد التفاصيل اللي موجودة يعني في المستوى السادس او اخر شي راح تحصل اشياء رهيبة جدا يعني سواء من ناحية التأثير او المورد الاسطوري او من السكين او الافكت اللي خص السلاح زي ما تلاحظون يعني حتى في نزلة اسطورية زي ما تلاحظون نزلة اسطورية ايضا ممكن تحصلها بشكل مجاني الله اعلم لكن المتضح انه راح تكون بسيقة مجانية يعني من الشركة مذكور هاد الشيء يعني في مشاركاتهم على موقع الحساب تويتر والله اعلم ايضا زي ما تلاحظون في تخصيص التخصيص يا ايما انك تستخدم يعني اللي يكون اساسي او تستخدم التاني اللي يكون مطور يعني من المستوى الرابع فما فوق اوكي المتقدم يعني ايما الاساسي او المتقدم الاساسي اللي راح يكون بهذا الشكل شوف يعني فيه حتى شوف يعني تفاصيل زي ما خبرتكم والله انصدمت يعني كنت راجحة لهذا قررت أن يسوي لكم هاد الفيديو اوكي تقريبا هذه yangau هذه تفاصيل موجودة بشكل كامل مع هذا الشخصية زي ما تلاحظون نرجع شوف لكن كيف التحرير هذا هو المشكل يطلب بطاقات إما دهبية إما بطاقات فضية المشكل كيف يتم تحريرها مش عارف لأنه في مهمات يومية زي ما تلاحظون يعني يطلب لك 400 فضية وأربعون دهبية لكن في مهمات زي ما تلاحظون يومية بينها أيضا مهمات في البطاقات ومن بينها أيضا سيمة مميزة مش عارف يعني تفاصيلها كيف لكن راح نشوفها هوني يخبرك يعني 100 نقطة من النشاط اليومي للمهام وهنا تفتح الخزنة قلينا لو نسوي ذهب يمكن حصولها سلطة المميزة من خزينة التخزين هنا يذكر أنه نذهب للشحن بالمتجر مش عارف إذا راح يكون شوف أخذنا المتجر للمتجر الشحن ومش عارف ممكن تكون تفاصيل أخرى تشحن يعني بفلوس ولا مش عارف النظر على العالم زي ما تلاحظون يعني ما عندنا أي تفاصيل لحين لكن تقريبا في مهام يومية تسويها وفي مهام تسويها بالبطل باس هذا البطل باس أكيد أنه مش معني بهذا التطوير حاليا ولكن المهم عندنا فكرة يعني كيف سيتم التطوير أكيد أنه مع اقترب الموسم مع بداية الموسم راح نشرح لكم أكثر عن طريقة استخدام أو فتح الهاي اللوم ليخص شخصية فايد بالإضافة إلى التطوير وكل التفاصيل بإذن الله بس أتمنى لايكاتكم يا شباب للمقطع ولا تبخلوا عليه بمشاركتها يعني حتى تكون الفكرة عند كل الناس أوكي زي ما تلاحظون يعني تفاصيل شوف حتى الإفكت وأيضا اللون هاي اللون يعني يتغير في كل لفل في كل مستوى زي ما تلاحظون والله مثل ما أخبرتكم يعني تفاصيل كثير يعني بالتخصيص اللي يخص هذا السلاح شوف والله تفاصيل كثير تفاصيل كثير يا أخي إن شاء الله بالإصدار اللي يخص الموسم الثالث رح نفهم كل التفاصيل ولا حاولت أني أعرف مثلا كم رح يكلف المستوى السادس من أجل أنه نفتح السلاح لكن للأسف يعني ما قدرت يعطينا بس المستوى الأول اللي يطلب لك يا أما 400 بطاقة في الضية شوف الإفكت الناري رهيب يا شباب رهيب 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 بصراحة شوف هذا بالمستوى الثالث هذا بالمستوى الثالث يعني إذا تستخدم الهي لون الأساسي إذا تستخدم المتقدم فرح تكون تفاصيل أخرى أوكي زي ما تلاحظون يعني إفكت باللون الأخضر أو ناري أو أي إن كان المهم أنت والتفاصيل اللي تريدها شوف بصراحة أكيد أني ما أصحكم أنكم تضيعونها ولكن مش أعرف إن شاء الله ما تكون مهمة تعجيزية ليش لأنه حتى يعني بالمهام اليومية اللي تخص اللعبة يعني صعبة شوي والله بعد أحيان الواحد يقرف يعني يا أخي صعبة شوي يعني حتى بالمهام الأسبوعية يعني تلعبهم والكل عشان أنك تستكمل البطل باس أوكي وتقريبا بالوقت يا أخي فإن شاء الله يا أخي تتحسن أمور هذه المهام بإذن الله في الموسم القادمة أوكي المهم تقريبا هذه هي التفاصيل هذه أتوقع رقصة أو استعراض هيا اللوم مش عارف إذا توقع رقصة ممكن أيضا فإذا كل هذا التفاصيل بصيغة مجانية صدقوني أنه يعني شي رهيب جدا من شركة EA أنك تحصل هذا الأغراض بهذا الشكل وأصحكم أنكم تسوونها يعني من بداية الموسم القادم لأنه راح تكون صعبة أكتر لو تضيعها بالموسم القادم وتحاول تحصلها بالموسم اللي بعدها فهذا اللي أتوقعه بصراحة والله أعلم يعني حتى ما تضيعها زي ما صار مع شخصية فيد في ناس ممكن أكيد أنها ما حملت اللعبة أساسا بالسابق يعني حتى نزلوا لهم المهمات في هذا السيزن الاستكمالي ولكن يا أخي أنت حاول حاول أنك تحصل كل التفاصيل في وقتها المناسب في الوقت الرسمي اللي تتاح فيها المهم البطاقة زي ما طلعه نحن عندي بس 8 الفدية فتصور معي كيف راح تحصل 400 بطاقة يعني إذا كانت المهام بهذا الشكل لكن أتوقع أنه بعد التحديث راح تكون في تعديل على هذه المهام وتعديل على التفاصيل المتبقية أوكي وبإذن الله يعني أتمنى ألا تبخلوا عليه بلايكاتكم ومشاركة المقطع أكيد أنك لما تطلع المرة الأخيرة من الأساطير وتخرج مباشرة يعني ما راح تلاقيها مرة تانية الخانسة السلاح هذا السلاح المميز شوف لو ندخل مرة تانية مش موجودة فضروي أنك تسوي الخطوة اللي شرحتها بداية المقطع من أجل أنك تظهر كل ديك التفاصيل اللي تخص سلاح أو هيرلوم شخصية فايد إلا أنا شاء دوم تفاعلت له واحف دي أتمنى لا تبخلوا عليه بلايكاتكم ومشاركة المقطع وانتظروني في الحلقات القادمة بحول الله يلا سلام